حزب مستقبل وطن أعلن تأييده ودعمه ترشح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة الحزب قال في بيان ليه النهاردة أنه انطلاقا من الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار العشر السنين السابقة وفي جميع قطعات الدولة بشكل عام واللي قدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من وقت توليه المسئولية وفي ظروف شديدة الصعوبة ووسط مجموعة من التحديات وصفوها نصا وانا في رأيي بدقة عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر ونجحت مصر تحت قيادة فخامة الرئيس وطبعا بتكاتف رجال الشعب ورجال قوات المسلحة والشرطة المصرية في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار طبعا ده كماشي في مصر متوازي انا بحاول اشرح لك البيان يعني ده كماشي في مصر متوازي بجانب وده اللي كنا بنتكلم فيه دايما يعني احنا قدامنا تحديات كتير وحرب على الإرهاب وأي دولة غيرنا في الدنيا وحصلت مش هقولك ما حصلتش قالك لا انا عندي حرب شديدة الأهمية ودي حرب وجود فانسى قصة التنمية خالص احنا لا احنا حربنا الإرهاب الحمد لله والشكر لله قضينا عليه عن بكرة أبي قدرنا ان احنا نهدم واحد من أكبر من أكبر الأحلام اليمينية المتطرفة اليمين ديني متطرف عرفها التاريخ الحديث ممثلة في حاجة اسمها تنظيم الإخوان المسلمين وهدمت هذا المشروع بكامله في منطقة الشرق الأوسط وبالمناسبة وده حقيقي والأوروبيين عارفين كده ويتدرسوا بالمناسبة ما بقاش شيء غريب أو مستغرب يعني انه كان يهدد أوروبا طبعا وانت قضيت على كل ده وبالرغم من كده مشيت في المصار المتوازي مع التنمية